اشتركوا في القناة وايضا وزير كويتي وثلاثين شخصية منهم عشرة نواب ورؤساء تحرير للصحف وشخصيات عراقية واخرى ايضا من اقليم كردستان العراق ردا على هذه القائمة استدعت الخارجية الكويتية القائمة باعمال النظام في الكويت اما مجلس امن اقليم كردستان العراق وصف بشار الاسد ونظامه بانه نظام شوفيني وقمعي ومعادن للشعب الكردي فالى ماذا يهدف نظام الاسد من اصدار هكذا قائمة وفي هذا الوقت بالذات الذي يحتاج فيه لرضى القاصي والداني وهل سيكون هناك ردود من هذه الدول المعنية ضد هذا الاستفزاز في المحور الثاني سنتحدث عن اشكال الاحتجاجات في الشمال السوري والتي تنوعت بين المظاهرات السلمية للتعبير عن الرأي العام كما حصل في بلدتي كفريا والفوعة بعد ان فرض فصيل مقاتل اجارات على المهجرين من غوطة دمشق لقاء سكانهم في بيوت البلدتين وايضا النوع الثاني وهو اغلاق المحل التجارية لاثارة قضية ملحة باتت لا تحتمل التأجيل كاحتجاجات الصغة ومحلات الصرافة بعد عمليات الاختطاف والسرقة والقتل لبعض منهم فالى اي حد يمكن تشجيع هذه الاشكال من الاحتجاجات السلمية التي تمثل نقلة نوعية في التعبير عن ارادة الرأي العام والى اي حد ايضا يمكن وضع ضوابط لهذه التحركات لتكون اكثر فعيع في التعبير عن رأي عام جمعي يحقق مطالب سكان المنطقة حلقة جديدة من هنا سوريا اهلا بكم اهلا بكم مجددا اصدر نظام بشار الاسد قائمة اسماها ممولو الارهاب حسب الدعائه وضمت هذه القائمة 615 شخصا و 105 كيانات مختلفة وهذه ايضا من جنسيات عربية واجنبية ما اثار ردود افعال ومواقف غاضبة حول هذه القائمة وايضا تم طرح تساؤلات حول هدف هدف النظام من اعلانها في الوقت الرأي تفاصيل اوفا في التقرير ونعود للحديث نحن الآن امام حالة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى نعتى بالارهابي الذي قتل الالف من شعبه وتم تداول اسمه في المحافل الدولية كدعم للارهاب والمفارقة هنا ان يصدر نظامه قائمة تخص ممويل الارهاب بحسب ادعائه والتي شملت اشخاصا وكيانات معارضة لمواقفه وسياسته صفحة مكافحة الارهاب الموالية نشرت على صفحتها في موقع فيسبوك انما تسمى هيئة مكافحة غسط الاموال وتمويل الارهاب التابعة لنظام الاسد ادرجت 615 شخصا و105 كيانات على قائمة الارهاب ومن بين الاشخاص قادة دول وسياسيين واساتذة جامعات وصحفيون ودعاة وغيرهم من جنسيات عربية واجنبية بينهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ومستشار مجلس امن اقليم كردستان العراق مسرور البرزاني اضافة الى 30 كويتي بينهم وزير وعشرة نواب ورؤساء تحرير صحف واذا فرضت علينا المعركة اليوم فاهلا وسهلا بها قائمة الارهاب الاسدية اثارت العديد من المواقف وردود الافعال حولها فقد قامت الخارجية الكويتية باستدعاء القائم باعمال النظام في الكويت بعد صدورها في حين علق عليها مجلس امن اقليم كردستان واصف النظام بشار الاسد بالنظام الشوفيني والقمعي المعادي للشعب الكردي من مهام الشلطة ان تقوم بحماية المتظاهرين ليس ذلك فحسب فقد تساءل البعض عن غية النظام من اصدار هكذا قوائم في الوقت الراهن الذي يحتاج فيه الى اعادة الاعتبار الدولي لوجوده كنظام حرف بقمعه لشعبه وهل ستشهد الايام المقبلة تصعيدا متزايدا من قبل الاشخاص والمؤسسات التي ضمتها تلك القائمة وحول هذا الموضوع ينضم الينا القيادي في الحزب الاشتراكي من بيروت الاستاذ صالح حديفي وايضا المحلل السياسي حسن النيفي معنا من غازي عنتاب مساء الخير واهلا بكم ابدأ معك استاذ حسن يعني كيف لنظام هو فتح ابواب الارهاب في بلده وهو متهم بالارهاب متهم بجرائم حرب ان يقوم باصدار هكذا قائمة مساء الخير لكم والاستاذ المشاهدين ولضيفك الكريم اعتقد ان بشار الاسد اليوم ينظر الى نفسه على انه صاحب منجز هذا المنجز لا يتوقف على قدرة بشار الاسد على قمع الثورة السورية او اجهادها وانما يعتبر نفسه انه هو من اوقف عجلات توراة الربيع العربي وهذا المنجز بات يخوله بشار الاسد وفقا له بات يخوله بان يكون الخبير الاول لمكافحة الارهاب لذلك اعتقد ان هذه الرسالة او هذه القائمة التي اصدرها هو لا يتوجه بها الى الشعب السوري وانما يتوجه بها الى العالم اجمع يريد ان يقول لهم بانني انا من اجهدت الثورة السورية وانا من اوقفت ثورات الربيع العربي التي ربما تطالكم يا اقراني الطغاة فعليكم ان تكافئوني اذا هي حالة من الفصام عزز هذه الحالة لدي بعض المبادرات التي قامت بها بعض الاطراف العربية مثل زيارة الرئيس السوداني له وكذلك بعض مبادرة بعض الاطراف لفتح سفاراتها من جديد كالامارات والبحرين والزيارة المرتقبة للرئيس الموريتاني هذه المبادرات عززت حالة الفصام لديه مما يعد نفسه الان ناصحا لأقرانه الطغاة الذين ربما تطالهم هذه الثورات ويريد ان يقول لهم كل من ندد بقمع نظام بشار الاسد للشعب السوري هو مساهم في الارهاب سواء كان هذا الارهاب ارهابا فكريا او ثقافيا او ماديا لذلك لو نلاحظ ان القائمة التي صدرت هي من شخصيات متنوعة شخصيات فكرية وفنية وثقافية وسياسية هو اذا المؤامرة كما يدعي هذه المؤامرة التي طالته هم هؤلاء من سيهددون مستقبلا اقرانه من الطغاة هذا النظام الذي لم يتورع اقرب المقربين اليه اي الروس من وصفه بذنب الكلب ثم وصفه اردوغان بعفوا وصفه الرئيس الامريكي ترامب بالحيوان هذا الرئيس اليوم الذي لم يتوانى عن قتل شعبه وتهجير نصف شعبه الى المنافع صحيح يعني استاذ حسن احد متابعينا على البث المباشر على الفيسبوك علق انه كان نسي بشار الاسد انه يحط اسمه على رأس القائمة خليني انتقل الاستاذ صالح اسم الزعيم وليد جنبلاط في هذه القائمة يعني ما هو موقف الحزب من وجود اسم الزعيم جنبلاط عليها لربما هي من سخرية الزمان ان يكون من يتصدر لائحة الارهاب الذي قتل مئات الالاف من الشعب السوري هو من يحاول اليوم ان يوهم الرأي العام بانه قادر على اصدار لوائح وتعميم اسماء ووصفها واتهامها بالارهاب نسأل نحن الشعب السوري نسأل الذين فقدوا ابنائهم وعائلاتهم في سوريا نسألهم هم الذين فقط لديهم الحق في تحديد فعلا من هو الارهابي من هو الذي قتل وشرد ودمر سوريا من المفارقات أيضا أن يكون هذا النظام الذي تبوأ أعمال الارهاب كارهاب منظم كارهاب دولة منذ قيامه هو اليوم من يواجه التهم إلى الشخصيات الفكرية شخصيات التي تؤمن بحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المؤمنة بحقوق الإنسان فعلا أنه من المضحك المبكي ما وصل إليه الوضع يحاول بشار الأسد التعمية على حقيقة على حقيقة الإجرام الموجود في الداخل السوري ولكن أستاذ صالح تحدثت الأستاذ حسن بأن هذه القوائم اليوم لا يمكن أن تنطلع على السوريين ولا حتى على الشعب السوري إن كان في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد وإن كان في الخارج ولكن هذه القوائم هي توجه إلى الرأي العام يعني على أقل تقدير الدولي أو هي محاولة لتصوير بأنه هو موقف سيادي هل تنطلع هذه المحاولات أو هذه القوائم اليوم على الرأي العام الدولي العربي أو حتى الإقليمي؟ أعتقد أن الرأي العام العربي والدولي وهنا يجب أن نميز ما بين سياسات الحكومات الدولية أو العربية وما بين موقف الشعوب مما فعله بشار الأسد في سوريا لا أعتقد أن أحدا يمكن أن يصدق هذه الكذبة السمجة التي يفتعلها بشار الأسد بالقول إنه قادر على إصدار لوائح واتهام الأشخاص والمؤسسات الإنسانية بالإرهاب طبعا رأي العام العربي والدولي شاهده منذ عام 2011 وحتى يوميا المجازر التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه بحق الشعب السوري بحق الأطفال بحق النساء بحق الإرث والطراث والمدن السورية بحق كل الدولة السورية برمتها هذا الذي وثقته وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على مدى هذه السنوات لن تمحيه بعض الكلمات التي طبعها أزلام النظام السوري في ليل ليتصبروا بها عنوين الإعلام في نهار لن يشرق عليهم هذا النهار طيب أستاذ حسن اليوم كما ذكرت أن هذه القوائم توجه إلى الرأي الدولي هو لا يستهدف فيها السوريين هل تعتقد أو هل تتفق أيضا مع الأستاذ صالح منه هذه القوائم مثل اللتا فيها وبلها نفس الشيء نعم هو بالتأكيد وهذا هو السبب في أن ردود الأفعال التي جاءت على صدور هذه القائمة ردود أفعال نادرة ولا تذكر يعني من جهة أو جهتين فقط وإنما معظم الذين طالتهم هذه القائمة لم يرد ولم يأبهوا بها لأن ما أصدره بشار الأسد هو أقل من أن يرد عليه يعني المشكلة هي بالنسبة إليه حقيقة يعني هي مشكلة نفسية أي الرغبة الآن في تعويم الذات الرغبة في تعويم الذات وحالة الفصام التي يعيشها وليس بشار الأسد هذا الذي طبيعي أي ديكتاتور يبلغ درجة من البطش من الإجرام يصبح هناك مسافة كبيرة بينه وبين ما يعيشه تماما لذلك أعتقد أنه لا نتوقع هناك ردود أفعال أو أن تعطي هذه القائمة أكثر من حجمها يعني بشار الأسد الذي لا يتوارى أن يصف شعبه بمجمله بالإرهاب هو قال سابقا أن هؤلاء إرهابيون والإرهابيون هؤلاء لهم عوائل ولهم قبائل ولكن أستاذ حسن ألا ترى بأن هذه القائمة هي مستفزة خصوصا بأنها تأتي من مجرم حرب يعني ألا تستدعي على أقل تقدير يعني ردود أفعال من الجهات المعنية أو الكيانات يعني على قدر حالة إجرامه لبشار الأسد لأن يقوم بإصدارها كذا قائمة يعني أعتقد هذه هي أحد الأسباب الذي ربما لا يثير ردود أفعال هي أنها لم تصدر من جهة متوازنة دائما أصحاب العقول ترد على ما يستحق الرد أما أن يأتي مجرم حرب ويحاضر على الناس ويتحدث عن الإرهاب ويصف شهاده الشخصيات التي تضمنتها القائمة بالإرهاب إنه الجنوم بحد ذاته لذلك أنا أركز وأقول على أن هناك يعني جانب من الخلل النفسي فعلا هي ظاهرة مرضية بلغت لدى نظام الإجرام نظام بشار الأسد بدأ يرى نفسه بعيد يعني حالة الفصان زادت هو كبيرة بينه وبين الواقع الذي يعيشه وهو يتوهم الآن أن الرغبة الدولية يعني صحيح أن هناك رغبة من المجتمع رغبة المجتمع الدولي ببقاء نظام بشار الأسد وربما أيضا بعض المحيط العربي هو لا يميز بين هذه الرغبة التي تمثل مصالح تلك الدول وأن العالم أو الحكومة تتعامل وفق المصالح التي هي بعيدا عن المعايير القيامية وبين حقيقته هو لا يدرك أن هذه الدول الآن أو المجتمع الدولي الذي لا يرى مانعا في بقائه ربما أقرب المقربين إليه ربما يرمونه غدا ويتركونه لمصيره أستاذ صالح هذه القائمة لم تضم فقط زعيم جنبلاط وإنما أيضا ضمت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ضمت شخصيات أخرى ألا ترى بأنه يجب أن يكون هناك رد حكومي على هذه القائمة وخصوصا أن هذه الشخصيات اليوم داخل لبنان على أقل تقدير شخصيات على قائمة الإرهاب ولكن هناك شخصيات أخرى تقوم بدعم بشار الأسد بكل ما لديها من قوة طبعا فيما يتعلق بالاختلاف داخل لبنان في المواقف السياسية الداعمة للنظام السوري وتلك المناهضة له هذا أمر اعتدنا عليه في سياق اليوميات السياسية اللبنانية ولكن فيما يتعلق تحديدا بهذه اللائحة التي أسمائها بشار الأسد لائحة الإرهاب لا أعتقد كما قال ضيفنا الأستاذ حسن لا أعتقد أنها تستاهل الرد من أي فريق لبناني خصوصا وأنها تصدر عن من ليس له أدنى صفة في إصدار مثل هذه يعني ولكن أستاذ صالح لحل جميع اللبنانيين اليوم في لبنان من مواقع أو من شخصيات يعني ذات مناصب تتفق معك فيما تقول طبعا لا هذا ما أشارت إلهي في بداية ما قلته بأن الاختلاف في المواقف السياسية في لبنان حول المواقف من النظام السوري هو أمر منذ بداية الثورة في سوريا كان ولا يزال حتى الساعة هناك هذا التباين ما بين أفريقاء الداخل اللبناني ولكن هذا لا يعني أن من شملتهم هذه اللائحة إن كان رئيس البزراء المكلف سعد الحريري أو إن كان نحن في الحزب التقدم الاشتراكي بشخص رئيس الحزب أو غير شخصيات من النواب والنواب السابقين لا يعنيهم إطلاقا أن يصدر بشر الأسد اسمهم على لائحة مثل هذه اللائحة بل أعتقد أنه أمر إيجابي أن يتحدث مثل هكذا نظام عنهم فيقول عنهم إرهابيون هذه تأكيد على أنهم كانوا إلى جانب الشعب السوري إلى جانب حقوق المواطنين السوريين وهذا إثبات أكثر على أن موقفهم كان سليما وصحيحا في دعم ما يريده الشعب السوري طيب أستاذ سالح اليوم نتحدث عن شخصيات هي وطنية في لبنان بغض النظر عن الواقع الداخلي السياسي اللبناني بتضاربه واتفاقاته وما إلى هناك لم يحدث سابقا أنه نظام ما تهم شخصيات وطنية هي في مناصبة بأنه هي ممولة للإرهاب وقائمة تعتبر حقيقة هي تصدر من مجرم صحيح ولكن هناك أيضا شخصيات في لبنان هي تسعى بشكل متواصل دائما على التعاطي مع هذا المجرم على افتتاح تمثليات على دعوة اللاجئين السوريين للعودة إلى هناك اليوم عندما يقوم هذا النظام المجرم باتهام شخصيات وطنية لبنانية هي في مناصبة يعني ليست فقط في منازلة مثل الزعيم جون بلات مثل رئيس الوزراء اللبناني بأنه هذه الشخصيات هي داعمة وممولة للإرهاب يعني ألا ترى بأنه يجب على الداخل اللبناني أن يتفق على كلمة واحدة تجاه هذا المجرم أم أنه ما في أمل في هذا الموضوع لا أعتقد أن حصولها كذا موقف بإجماع لبناني هو أمر في متناول اليد نتيجة طبيعة الاختلاف القائم والتباينات الحادة الموجودة في الشارع اللبناني وفي الإطار السياسي اللبناني حيال ما جرى في سوريا منذ بداية الثورة حيث كان هناك تباين واضح في من وصفها بثورة وفي من وصفها بتحرك انقلابي على النظام بكل أسف هناك انقسام حال حول هذا الموضوع المطلوب طبعا من الدولة اللبنانية ليس من كل الإجماع الطيف اللبناني من الدولة اللبنانية من المؤسسات الرسمية اللبنانية بحال كانت هذه اللائحة ستصلها بطريقة أو أخرى خصوصا أن هناك بعض الأطراف في لبنان من ينسقون بين مزدوجين مع هيئات النظام السوري بعنوين مختلفة وتحت مسميات مختلفة المطلوب إصدار موقف طبعا لبناني رسمي حيال هذه اللائحة بحال كان هناك مقاربة لهذه الأمور خصوصا أننا نحن على أبواب تشكيل حكومة جديدة في لبنان وسعد الحريري هو الرئيس المكلف بأن يترأس حكومة كل لبنان ليس حكومة فريق لبناني نأمل من الشخصيات المعنية في الدولة اللبنانية تحديدا على مستوى الخارجية اللبنانية بأن يكون لديها موقف واضح من هذا الأمر نعم أستاذ حسن يعني أليس من الأجدى في هذا الوقت أن بشار الأساد يقوم بترضية وتمسيح الجوخ لهذه الشخصيات بدلا من أن يقوم بتصنيفه بهذه الطريقة يعني هو اليوم يدعي أنه يدعو وكأنه يدعو إلى انقلاب قيمي كأنه يريد أن يقول للعالم بأن هذه الشخصيات التي عرفت بمنجزها الثقافي والفكري والسياسي وكلها شخصيات معروفة يريد أن يقول بأن ما فهمتموه أو أن ما أعطته هذه الشخصيات من منجزات هو في الطريق غير الصحيح وأنه يخدم الإرهاب لماذا؟ لأنها أدانت نظام بشار الأسد أو أنها أدانت إجرامه وقتله لشعبه وكأنه هكذا يتوهم في نفسه وهذه يعني عظمة الجنون يتوهم أنه قادر على إحداث انقلاب قيمي أو مفاهيمي بين الناس هذا من جهة الجهة الأخرى هو يتطلع مستقبلا ربما إلى بدور سياسة دعينا نسميها سياسة أحلاف جديدة في المنطقة وخاصة في ضوء المبادرات التي قامت بها بعض الأطراف العربية تجاه نظام الأسد وفهم من هذه المبادرات بأنه الآن هو يقود تيار هذا التيار ربما هو كالنوات التي ربما ستكبر وخاصة الكلام الذي يردده هؤلاء من أن سوريا هي ما زالت تحتل موقعا مهما بالنسبة إلى مسألة المقاومة والممانعة وأنها ما زالت قلب العروبة النابط هذا الكلام الرخيص والذي استهلكه بشار الأسد منذ حين الآن ربما ما يسمعه من هذه الأطراف يتوهم أنه سيعيد إنتاجه السابق وأعتقد أنه هي حالة من الوهم يتوهم أنه سيعيشها ما يقوله بشار الأسد هو في واد وما يجري في الواقع في واد آخر بشار الأسد الآن لو يعرف نفسه أنه مجرم حرب هو وأزلامه المقربين منه هم مطلوبون وهناك مذكرات صدرت بإلقاء القبض عليهم في أكثر من جهة دولية ولولا أن الروس ما زالوا يضعون مظلتهم فوقه ويحمونه في مجلس الأمن له الآن رأيناه يمثل أمام المحاكم الدولية دعونا نشاهد مع النتائج الاستطلاع اليومي الذي يجريه الزملاء على صفحة أورينت كان سؤال اليوم لماذا أصدر نظام الأسد قائمة ممولي الإرهاب حسب ادعائه في الوقت الرهن 28% تشوف أنه أصدار هذه القائمة هي بسبب التخبط في سياسات بشار الأسد بينما 72% تلاقي أن هذه القائمة هي لجس النبض العربي والدولي أستاذ صالح برأيك هو تخبط في سياسات بشار الأسد أم أنه هو لمعرفة رأي المجتمع العربي وإيضا الدولي بإصدار قوائم كهذه برأيه هي الاثنين معا طبعا بشار الأسد كما قال الأستاذ حسن هو يعيش على وهم أنه حقق إنجاز وانتصار على مستوى ما يحصل في سوريا وطبعا هذا وهم غير حقيقي إطلاقا ولكن هو يصدق هذه الكاذبة بأنه حقق شيئا ما في سوريا وهو يريد بالتالي أن يبني على ما توهم أنه تحقق لديهم الانتصار فيما كلنا نعرف أن من حقق التقدم على مستوى الحرب في سوريا هو التدخل الروسي والدور الروسي بالإضافة إلى الدعم من دول أخرى إلى جانب نظام بشار الأسد بكل حال بشار الأسد يريد أن يبني على هذه الكاذبة المزيد من الكذب وبالتالي أصدر هذه اللائحة إضافة إلى ذلك هو في ظل ما يجري من ملامح تسوية حول إعادة إعمار سوريا ودور بعض الدول العربية في ذلك يريد فعلا أن يجس النبض العربي والدولي حيال ما يريدون أو كيفية التعاطي معه في المرحلة اللاحقة ولكن في الحقيقة الكل يتعاطى مع الشر الأسد على أنه مجرد شكل فارغ لنظام إرهابي قاتل لا أكثر ولا أقل والجميع يتقاسم للأسف على حساب الشعب السوري وعلى حساب حقوقه ما سيكون في المرحلة المقبلة في سوريا نعم أستاذ حسن كيف ترى الاستطلاع وأيضا رأيك بالنتيجة يعني لا هذا ولا ذاك أعتقد الآن بشار الأسد هو خارج حسابات الدول خارج حسابات الأطراف الدولية والإقليمية التي تحاول اقتسام النفوذ في سوريا هو الآن وجوده في سوريا مجرد ميليشيا لا يختلف عن باقي الميليشيات يعني الآن إذا كانت قوات قصد تحتل قسما من الأرض والأمريكان يضعون يدهم على قسم من الأرض والروس كذلك هو الآن شأنه شأن بقية هذه الميليشيات لا يسيطر سوى على أماكن محددة حتى جيشه فيه شرخ كبير قسم من جيشه ومن ضباطه يوالي الروس وقسم من جيشه وضباطه يوالي إيران الآن هو في النزع الأخير يحاول محاولات يائسة أن يستعيد ثوب الشرعية لذاته من خلال هذه المبادرات كهذه القائمة وسواها إذن هي محاولات في النزع الأخير ولو أن دول العالم كلها اعترفت بنظام بشار الأسد يبقى بشار الأسد هو مجرم وقاتل ولا يستطيع أحد حتى من أقرب المقربين إليه أن يتنكر لهذه الحقيقة شكرا جزيلا لك أستاذ حسن أني في البحلة السياسي كنت معنا من غازيا أنتاب شكرا أيضا للأستاذ صالح حديفة القيادة في الحزب الاشتراكي كنت معنا من بيروت شكرا لكم أفاصل قصير مشاهدينا ونعود لمتابعتنا سوريا